أعلنت إسرائيل أن وفدا أمنيا رفيع المستوى وصل إلى مصر لاستناف مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيليين رئيس الموساد ورئيس الشباك موجودان حاليا في القاهرة حيث يفوضان للدفع قدما نحو اتفاق للإفراج عن المحتجزين تأتي جولة بعد جولة أخرى مماثلة عقدات في العاصمة القطرية كما تأتي بعد انتهاء جولة شرق أوسطية جديدة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين